بلال بالرباح عبد حبشي أسود كالغراب يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة وفي لفظ دفة نعليك بين يدي في الجنة والله جل وعلا قال عن أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ولقب بأبي لهب لأن وجهه مثل الشمس بياض جمال قالت تبت يد أبي لهب والتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدة حبل من مسر طيب ما الذي رفع بلال العبد الحبشي الذي كان يجرد جلد الدواب أيام الجاهلية وما الذي وضع أبو لهب في نار تلظى الإيمان لذلك قضية أسامة بن زيد هذا يسمى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبه وابن حبه كان أحب الناس إلى أن يسلم أسامة لما نقرأ في سيرة أسامة يقولون أسود كالغراب أسود كالغراب معقول يعني أحد يأتي فيزايد على هذه المسألة فياخت الفاضل يمكن أنت سمعت واحد جاهل متخلف مثلا أو امرأة متخلفة أو جاهل يقول الله نتشائم بذوات البشر السوداء هذا غير صحيح